أهلا بكم أعزائي الشباب في كل مكديدة وبرنامجكم شباب على الهوى حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه عن موضوع مهم جدا هو التصدي للشائعات بالتأكيد شائعات سلاحة ده ممكن يهدم مجتمعات وممكن يؤثر على تنمية لكن دور الشباب في مناهضة الشائعات بالتأكيد مهم جدا والدولة اهتمت بهذا الشأن خاصة أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت بالفعل ملتقى تصدوا معنا الشعار ده بيهدف للتصدي للشائعات كيفية التصدي للشائعات ازاي تكون فيه قليات من ده ده كان بالتعاون مع الجامعات طلبة الجامعات وستاف التدريس كلهم كانوا في هذا الملتقى من أجل منهضة الشائعات ازاي ده ممكن يكون ده اللي حنشوفه بعد التقرير فتابعوه في أن الشائعات مرض خطير يهدي لكيانة أي أمة ولها أثارها السيء على الفرد والمجتمع أثار يؤدي إلى هلاك الفرد وضيع المجتمع كما أن نقل الأخبار الكاذبة دون التثبت منها مرض اجتماعي خطير له أثار خبيث في نشر العداوات وحول الأثار السلبية المترتبة على إطلاق الشائعات على الفرد والمجتمع لازم نكون بعلن ونفكر كويس قبل ما نسمع أي حاجة وما نفعش لها نسمع أي حاجة كمان بالعكس لازم برضو نفهم الأول قبل ما نصدق أي حاجة ما مكرت مصدرها إيه بتنتشر عشاءات كتيرة جدا على السوشيال ميديا وصراحة يعني هي ممكن تدمر الدولة يعني فإحنا لازم نتصدق لها نرجع للمصادر الأساسية ونتأكد من الأخبار دي لما بنشوف أي خبر على السوشيال ميديا ما ينفعش أن نصدقه على قطول لمجرد أنه انتشر لازم نتأكد من مصدر الخبر ده الأول ولازم ناخد الأخبار دي من مصادر موسوقة عشان ما نوعش في أي أخبار لازم ندهر على مصدر صح يعني أو الحاجة الصحة اللي خلنا نتأكد هل ده فعلاً حاصل أو لا ولو حاصل هيبقى ليه طريقة في التفكير أو ليه طريقة الحل لو مش حاصل خلاص يتقفل يعني ينتهي ما نفضلش نعيد ونزيد في حاجة مش موجودة عزائي الشباب وزي ما قلنا موضوع حلقاتنا عن الشائعات إيه هي الشائعات وزي ممكن تأثر على المجتمع وإيه دور الشباب في التصدي للشائعات بالتأكيد محتاجين نعرف كل ده ونعرف كمان نبزع عن تاريخ الشائعات إزاي بتنتشر إزاي ممكن تأثر على المجتمع كل ده هنعرفه من خلال لقاءنا بضفنا اللي بنراحب بيه في الستوديو دكتور حمادة ناجي معيد بكلية الأداب أو هنقول مدرس التاريخ المعاصر بكلية التاريخ حلوان أهلا بحردتك أهلا بحردتك يعني طبعا كلية الأداب قسم تاريخ قسم عريق جدا كمان التاريخ المعاصر حردتك من خلاله عايزين نلقي الدوق على الشائعات تاريخها إيه؟ وتاريخها في مصر كان إيه؟ هو خلينا في الأول حدقة ممكن نبدأ بيه الشائعات نقول اللي هي سلاح أساسي من ضمنه أسلحة حروب الجيل الرابع الحروب دي ما بتعرفش دبابات ولا تعرف بقدر من اللي هي بتعرف حروب أعصاب حرب نفسية حرب نفسية فعلا الشائعات أخطر سلاح في الحروب دي لسواء بسيط لأنها بتلعب على العامل النفسي لمتلقن الإشعاء سواء الإشعاء كانت مسموعة أو مقروعة فطبعا لو حبينا أن نحن نتكلم عن الشائعات بشكل أضق لازم حتى ممكن نعرف معناها في اللغة بتاعتنا كما ورد مثلا في المعاجم اللغوية وعلى رأسها القموس المحيط لمجد الدين الشيرازي الإشعاءات من كاع أي زع وفشة للأخبار المنتشرة والمعروفة وأجمع علماء الإنسانية كعلم المتخصين في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي إن الشائعات الهدف منها هو إصارة الرأي العام سواء الإقليمي أو المحل أو المحلي أو الدولي بشكل عام الشائعات كمعرف المتخصين في علم الاجتماع بيقولوا إما تكون ترويج لأخبار غير صحيحة أو أنها إضافة لأخبار كذبة على أخبار صحيحة لو حبينا حضرتك ممكن نتكلم على ودي أخطر لأنها بيبقى لها أساس من الصحة لكن فقط تلقى مزيد من التصديق هي أغلب الشائعات بتكون بنفس الشكل لها أساس لأن الشائعات متوجه بشكل ارتجالي بيبقى عملية مخطط لها وتخطيط محكم جدا لها خطة استراتيجية من الناس اللي هي بتعمل بتطلق الشائعات دي ما بتبقاش بشكل لير حروب الجيل الرابع ها بدير حروب الجيل الرابع فلازم يكون لها خطة محكمة لأنها مفيش حرب بدون خطة طبعا من الطبيعي لازم تكون الشائعات لها خطة محكمة جدا فطبعا فيه شائعات بتضرب الجوانب السياسي فيه شائعات بتضرب الجوانب الاقتصادية فيه شائعات بتستهدف الحال الاجتماعية للمجتمعات فيه شائعات بتستهدف الحال العسكرية نفسها مثلا على سبيل المثال يعني أنواع وأشكال مختلفة يعني أكتر مثال على مر التاريخ ضرب استخدم الشائعات من ناحية العسكرية لو احنا نرجع الورا شوية كان الغزو المغولي للمشرك العربي كانت الشائعات والرسل بتصبقهم عشان تشيع الرعب في قلوب الدولة اللي هيستعمروها بالفعل أو هيغذوها بمعنى أصحاب بالفعل ده اللي درجة إن فيه دول أو مدن باستسلمة بالكامل لمجرد سماع الشائعات بس إن المغول دخلي يعني يا دي الحرب النفسية آه ابن الأسير في الكامل بيتكلم بيقول إن المغول دول يعني يوصفوا بصفات لا تنتمي للجنس البشر اللي هم الناس كانوا بيأكلوا الكلاب وبيشربوا الدماء وبيشقون بطون النساء الحوامل وبيقتلون الأجنة فطبعاً الخبر ده لما كان بيوصل للناس في المدن كانوا طبعاً كان بيقول اللي هم كانوا بيصبهم الهلع والخوف الشديد جداً وبيستسلموا قبل ما المغول يخش وهو ده اللي كانوا عايزين يعملوا بالزبط لهم كانوا قضاء البدوية الأسلحة بتاعتهم ضعيفة جداً إزاي يقدروا ينتصروا ويوقعوا مقر الخلافة العباسية في بغداد سنة 1258 وبالفعل ويعت على ديهم بسبب شائعات زي كده يعني لو هنتكلم كمان عن دور المجتمع دور الأسرة دور الشباب إزاي ممكن يكون دور مناهض بحق لهذه الشائعات والله هو الدولة أو الحكومة في حد ذاتها كون اللي هي تتصدى للشائعات بمفردها مش هتقدر على كده لأن زي ما احنا بنقول دي حرب لازم جميع الفئات في المجتمع تتكاتف وتتلاحم وتدخل الحرب دي لأنها حرب خفية مش حرب معلنة أو حرب ناس ماسكة فيها سلاح أو في دبابة معاناة هنوجه عليها الهدف ونصيبها لأ هي حرب خفية لسبب بسيط إنها بتلعب على عامل نفسي زي ما احنا قلنا من شوية فطبعاً لازم الأسرة يكون لها دور كبير مثلاً على سبيل المثال كل موسم امتحانات بتظهر شائعة إن في ماء درس من ضمن الدروس ده ملغي أو مش موجود وهيبقى موجود في الامتحان الامتحان هيجي صعب أو الامتحان هيجي صعب الامتحان هنا هيجي خارج المقرر بالضبط طبعاً دور الأم هنا في الأسرة أو رب الأسرة بشكل عام المفروض اللي هو يعمل عملية توعية للأبناء أو الأم تعمل عملية توعية لأبناء لأن الالع في حد ذاته اللي بينشر الإشاعة دي بيكون هدفه اللي هو يعمل عملية تشتيت أو شل تفكير للطلبة دي يعني إحنا لو حضرتك هنبسط الأمثلة للمشاهد ممكن لو إحنا عندنا امتحان قبل الامتحان بيوم جي طالب وقال ده فيه دارس معين جاي في الامتحان ومش موجود في المقرر فطبعاً اللي هينجح في الامتحان مين؟ اللي عارف المعلومات من مصادرها الرئيسية اللي هو بيتابع مثلاً تبحث عن المصدر صح اللي بيتابع المعلومات مثلاً من على موقع وزارة التربية والتالي لو في الجامعة اللي على اتصال بأستاذ المادة شخصية يرفع سماعة التليفون ويكلم أستاذ المادة هل فعلاً الدرس ده موجود علينا ولا هل هو مش موجود فطبعاً لو إشاعة زي كده ممكن تخلي الشخص اللي ممكن يعتمد عليها وتغليه في قلق مستمر وبسبب الإشاعة حتى لو مذاكر ممكن يسقط في الامتحان لأنه داخل الامتحان بهالة هيتوتر وهيأثر عليه نفسياً فممكن يأثر على مذاكرته على استيعار كيزه وهو ده اللي بيحصل للناس اللي بتنشر إشعاعات في الجزئية دي بالتحديد هي عايزة لأن التعليم عايزين نتواره في مصر فطبعاً فيه ناس مش عايزة التعليم يتطور لأن التعليم ده هو من ضمن الأعمدة الأساسية لتقدم الأمم فطبعاً لما احنا نيجي نطلق إشعاعات بأن تطور التعليم في حد ذاته دي مسألة صعبة جداً أو احنا مش هنقدر نستوعب التطور اللي موجود ده طبعاً بيسبب هلع وقلع كبير جداً عندي أولياء الأمور قبل الطلبة فلازم الأسرة يكون لها دور كبير طيب الشائعات يعني من وجهة نظر حررتك كل الشائعات لها هدف وتعتبر جزء من الحرب حرب الجيل الرابع زي ما قلنا أو الحرب النفسية ولا في بعض الشائعات ممكن ما بيبقلهش هدف ومش مخطط لها لكن برضو ممكن تدور هو الشائعات بشكل عام زي ما قلت الحقيقة هي الهدف بتاعها يوشل التفكير ممكن تعوق عملات تلمية وممكن تعوق كمان تقدم الدولة في حد ذاته أنت تخالي أن أوروبا في العصور الوسطى اتأخرت لكورون بسبب أنهم كانوا شايفين المحيط الأطلسي أنه بحر ظلمات بحر مظلم جداً من يكتازه يعرض نفسه للهلاك ما اكتشفوش الأراضي الجديدة في أمريكا اللي مدتهم بالمواد الأولية إلا بعد ما كسروا الإشاعة دي اللي أنا نكتاز بحر الظلمات ده ونشوف وراء إيه لأن طبعاً محيط الأطلنطي موجود فاصل أوروبا عن العالم الجديد فكون اللي هم يفضلوا في حالة خوف من ركوب البحر ده بالذات لأنه بحر ظلمات اللي بيكتازوا بيهلك فطبعاً لما عدوا وراحوا الأراضي الجديدة وفّروا مواد خام كتيرة جداً خلت أوروبا موجودة عليها لحد دلوقتي قايمة على المواد الخام دي لحد دلوقتي ومعتمد عليها بشكل رئيسي فهنا الإشاعة أخرتهم الإشاعة عاقة التنمية بتاعتهم أو عاقة التقدم بتاعتهم اليونان القديمة فضلت بصة لجبل الأوليمب جبل تسكونوا الأليهة وبزعامة الإليازيوس ومفيش حد يقدر يطلع فوق قمة الجبل ومفيش حد يقدر يعمل أي حاجة إلا لما يستأذن الأليهة الأول ولما في مراحل متقدمة ولما طلعوا فوق جبل الأوليمب ما لقوش عليه أي حاجة يعني دي شائعات وصلت لحد الأساطير ها الاليازة والحاجات دي ما اتكلمت عن كل الكلام بس لو هنتكلم كمان عن الشباب دور الشباب في التصدي للشائعات وقد يكون بعض الشباب خبرتهم قليلة ممكن يكونوا بيتأثروا أو ممكن يأثروا بالفعل في المجتمع لأنه ده الجيل الجديد الجيل اللي فعلا قادر على إحداث تغير إلى أي مدى يستطيع الشباب أن يتصدى للشائعات ويتعامل معها أيضا؟ هو من وجهة نظري أنا الشخصية ومن وجهة نظري كباحث في التاريخ هم الشباب فئة في المجتمع الأعمدة الرئيسية في المجتمع يعني أنا ممكن أقدر أقول أن الشباب هم اللي بيتسلاموا رائع في كل أمة على مر الزمن نقدر أن الشباب المبنى اللي ليه أعمدة رئيسية المبنى ده الأعمدة اللي فيه هما الشباب لو أنا حبيت إلي أنا أوقع المبنى ده هواقع العمود الأول حجر الزوية زي ما بيقول فعلا الشباب هم الوقود الشباب هم اللي بيشيلوا المجتمع هم اللي بيفكروا ممكن تيجي الأفكار الجديدة من الشباب هو ده اللي بتتوجه ليه الدولة ده اللي هم يطوروا الموضوع ده وهو ده اللي حصل بالفعل في وزارة الشيئات في ديسمبر الماضي أطلقت مبادرة اسمها مبادرة التصد معنا كان ملتقى الشيئات الأول كان تحت إشراف الأساس الدكتور أشرف صبحي وبتوجهات فخامة الرئيس عبد الفاتح السيسي اللي احنا لازم نتكاتف للتصد للشيئات ونجيب أكثر مش هقاطة حررتك بس احنا كمان حابين يعني نستمع لكلمة القيادة السياسية ورأيها في الشائعات وازاي ممكن تكون بتوجه لفضي لهذا الخطر البلبلة منهضة الإحباط تجاوز الأزمات وأيضا تحقيق الاستقرار بالتأكيد أهداف سمية جدا سمعناها دلوقتي من خلال القيادة السياسية والكلام عن الشائعات وزي ما حضرتك برضو أكد أن الدولة لوحدها يجب أن تشاركها جميع فئات الشعب لتحقيق الاستقرار يعني المؤتمر ده أحد قليات الدولة حضرتك يعني أديني فكرة عنه أكتر وزي الشباب دور فيه هو المؤتمر زي ما قلت لحضرتك كان الهدف الأساسي بتاعه أنهم يجيبوا يكون فيه شباب من مختلف المحافظات على فكرة يعني من سكندرية لحد أسوان من مرسى مطروح يعني من مختلف المحافظات كان الأنشطة الرئيسية اللي قامت عن طريق الملتقى كان فيه ورش عمل طبعا في الملتقى ده أو على هامش الملتقى الملتقى الشاب يتعرفوا فيه على بعض ودي حاجة كانت مهمة جدا لما كل واحد يتعرف على زميله اللي متخرج واحد من حقوق واحد من حاسبات واحد من ملتقى أه فاتقسم الموضوع للجان ودي كانت فكرة برضو جميلة جدا لجنة الرصد ولجنة المتابعة ولجنة السوشيال ميديا ولجنة الإعلام كل اللجان دي وطبعا فيه لجان من غيرها كل اللجان دي الهدف الأساسي منها اللي هما الالتحام لرصد الشائعات من مصدرها الرئيسي قبل ما تنتشر على منطقة المسائية يعني مثلا لو إحنا لحقنا الشائعة أو المتصيب أو يسمعها ألف شخص أو تأثر عليه ممكن نلحاق قبل ما تصيب خمسين ألف شخص يعني نوئدها في مهدها زي ما بيقولوا إزاي ما ممكن نقضي عليها في بدايتها فعلا يعني مثلا لجنة الرصد من دور بتاعها دورها الرئيسي بتكون مجموعة من الأشخاص المهمتهم الرئيسية هي رصد الشائعة من على السوشيال ميديا وتحليلها والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد كمان من مدى صحة العبارات الموجودة في الشائعة لسبب لأنه ممكن يحصل لبس في الشائعة ممكن مختارع الشائعة نفسه أو اللي عمل الشائعة ممكن يجيب خبر صحيح ويزود عليه أخبار كذبة زي ما احنا قلنا من شوية اللي علماء الإجتماع بيقولوا إن تعريف الشائعة هو إضافة معلومات غير صحيح على معلومات صحيح عشان يحصل لبس يجي انتباع بالمصدقية اللي أنا كمطلق للإشياءة ممكن أسمع إن آه ده الخبر صحيح لكن ما كملش بقية الخبر الخبر صحيح في أوله لكن في آخره كاذب فطبعا إحنا دور الليجان دي اللي هي بتعمل عملية تحليل للإشياءة وتجيب الصحيح فيها وتجيب الحاجات الكاذب فيها جميل جدا كلمنا عن كافة الأدوار يبقى دور الإعلام يعني من وجهة نظر حضرتك كمدرس تاريخ معصر إزاي ممكن لنهض الشائعات هو الإعلام في الحقيقة بيقع لكاهله الضور الأكبر طبعا الإعلام سواء الإعلام المرئي أو الإعلام المسموع أو الإعلام المقروق على السوشيال ميلي أو الإعلام التقليدي والإعلام الجديد والجديد طبعا ليه أهمية كبيرة كل أنواع الإعلام حضرتك ليها دور ودور كبير جدا لأن أنا ممكن أدل حقيقة كمسال تاريخ برضو مرتبط بالموضوع ده المؤرخ الكبير عبد الرحمن الجبارتي في كتابه مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس بنابرت علامات السفيلة اللوريانت في البحر المتوسط بعت منشور للمصريين كوسيلة إعلامية كتب فيه أنه يعني كلام مهم جدا إحنا يبقى كلامنا عن دور الإعلام لكن هنأتلع فاصل ونرجع نستكبل حوار رجعنا لكم أعزائي الشباب وكنا نكلم عن دور الإعلام إزاي ممكن دور يكون هام جدا لمواجهة الشائعات وخاصة أن التاريخ بيقص الكثير عن هذا الشأن بداية من قدوم حملة الفرنسية نابليون بونابارت حتى جابولز وزير إعلام هتلر يعني طبعا معانا أستاذ تاريخ معاصر يكلمنا في الكلام ده حدثك طبعا مدرس في تاريخ المعاصر فكنت بتحكي لي قصة الجبارتي ونابليون بونابارت كنوع من أنواع الإعلام في ذلك الوقت وإحنا بنتكلم على أن الإعلام له دور كبير جدا زي ما قلت الحقيقة اللي بونابارت أرسل المنشور كوسيلة إعلامية بيتحك بيه على المصريين بيقول فيه أنا ما جيتش مصر هنا بلغة مبسطة يعني أنا ما جيتش مصر هنا إلا لهدف واحد إلا لكي أخلص المصريين من ظلم الممليك وأنا أحترم الرسول وأنا مسلم والجنود اللي موجودين معايا دول كلهم مسلمين فطبعا عبد الرحمن الجبارتي رجل مصقف جبير جدا من الوعي حلل الكلام ده بما قلته الشهيرة تفسير ما جاء في هذا المنشور من الكلمات المفككة والتراكيب الملعبكة فطبعا بدأ يحلل الكلام ده أنه طبعا كذب وتضليل والهدف منه كوسيلة إعلامية عشان يضحك بيه على المصريين وبالفعل المصري تأثير نفسي تأثير نفسي وبالفعل الشعب المصري ما مشيش وراء الشيئعة دي الشيئعة الإعلامية دي وعمل صورة القاهرة الأولى وصورة القاهرة الثانية وتصدى للشيئعة دي وخرج الاحتلال الفرنسي من مصر بكل الشيئعات اللي كانت جاية معاه الاحتلال الفرنسي لما جاء في مصر كان جايب مع علماء السوربون لأنه كان الناس اللي راحوا قالوا البونابرت في فرنسا قالوا اللي فيه صفوة من المجتمع تعلموا في السوربون اللي هم صفوة من المجتمع اللي هم في مصر علماء الأظهر فجاب لهم علماء السوربون عشان يكلموا يأثروا يأثروا عليهم برضو كنوع من إفشاء الشيئعات اللي أنا أجي أعمل تجربة قدام مثلا المشيخ الأظهر دول يجوفوا حاجات بتفور وحاجات بتفرقع فطبعا يخافوا أو تخضوا وده طبعا نفس الموضوع اللي بتعمله الشيئعات أو الهدف هو إصارة البلبلة أو إصارة الرعب أو اللي انت مش هتقدر تعمل المهمة اللي انت بتعملها دي ومش هتقدر تبدع لأن الأمم فيه نقطة مهمة جدا الأمم لن تقوم إلا مع الإحساس بالأم مفيش أمن ومفيش استقرار ما يبقاش في إبداع لازم يبقى فيه أمن وفيه استقرار عشان الانتلاجنيسيا اللي هو مصفوة المجتمع الفنانين والمثقفين والصحفيين والإعلاميين كل الناس دول اسمهم طبقة الانتلاجنيسيا تبدأ تفكر تبدأ تبدع ما تبدعش طالما ما فيش أمن اليونان القديمة لسه أنا مثلا كانوا متطمنين للإله زيوس إله القوة فوق جبل الأوليمب فيظهر لنا عرستو أفلطن ممتطمنين الإله حميهم فوق جبل الأوليمب فطبعا لازم تظهر الصفوة دي وتبدع وتعمل نظريات وتعمل حاجة جديدة طول ما في شعاعات وطول ما في بلبلة مش هيبدأ فيه يبدع الشباب دايما هتبقى الآنة واتبقى خايفة مش هتقدر تبص للمستقبل ولا تعمل أي حاجة جميل جدا يعني إيه نصيحة لحررتك ممكن تقولها للشباب عشان يتفادوا يعني هذه الحرب زي ما حررتك قلت حرب الجيل الرابع الشائعات والحرب النفسية اللي ممكن تأثر على التنمية ممكن تأثر على بلدهم ممكن تأثر على حياتهم الشخصية بالفعل إزاي ممكن زي ما احنا شوفنا أمثلة أخيرة السوشيال ميديا والحاجات اللي ممكن تنشر عن طريق الإعلام الجديد كما يقال تأثر على المجتمع زي هما ممكن يتفادوا هما أكثر ناس استعملا لهذا الإعلام النصيحة اللي أنا أهل الشباب زي ما احنا قلنا أواجه الشائع بحاجتين بالوعي والمواجهة الوعي اللي أنا يبقى عندي معلومات كافية اللي أنا يبقى عندي حصيلة كافية اللي ما فيش حد يقدر يضحك عليها بسهولة لو فيه شباب مثلا في المواصلات الشائع بتجبر عن طريق اللي أنا ممكن واحد يقولش حاجة ممكن تكون صحيحة بس مغلوطة في شيء معين ممكن واحد يسمعي يزود عليها كلمة ايه يعمل ايه بقى يديها الحواحة التانية يزود عليك لا المفروض اللي أنا ما داولش الخبر إلا لما تأكد من المصدر بتاعه لو بالزبط كده وهو دا اللي هنقوله في اختاننا وبشكر حضرتك وفي نهاية لقاءنا بنتكلم ازاي ممكن نناهض الشائعات بالتأكيد المصدر هو الحل ابحث عن المصدر اي معلومة تيجي لازم تبقى عارف المصدر وعشان كده بنقول سوشيال ميديا او معاقع التواصل الاجتماعي منشيرش اي حاجة منصدقش اي حاجة شوف مصدرها ايه ويكون مصدر موصوق منه ساعتها ممكن تكون بالفعل نواهم جدا في الحفاظ على مجتمعك وعلى وطنك وعلى حياتك وحياة الاخرين كنا معاكم وشباب على الهوى الى اللقاء وحلقة جديدة